في 2014 انا اتذكر جيدا لما كابتل احمد سليمان بين قوسين يعني بيعمل شفت كارير من راجل فني لراجل اداري في نادي الزمالك تصورنا انه كابتل احمد سليمان يخش المجلس اه راجل نجم كورة بس مش هيبقى ليه دور مؤثر مش هيبقى واضح بس من اول سنة انت بقى ليك شكل وليك صورة وليك صوت وليك صفقات واسمك بيكبر بسرعة اداريا يعني خلاص فنين ده على جام بس اداريا انت بسرعة دخلت في المجال الاداري والله يعني عادة خدتها فيها اللي انا بحب يروح مكان ابتكر يعني سوري في اللفظة يعني مدارب حراسة المرمى كان حاجة سنوية في اي جهاز لا مع المنتخبات ومع نادي الزمال كدير تعمل يعني اسم طقل من مدارب حراسة المرمى داخل اي جهاز حاله من المستوى الاجتماعي داخل الجهاز والمستوى المالي يعني قتلت ان مدارب حراسة المرمى ياخد فلوس كويس يعني النهاردة انا رايي ان طول ما عندك حارس مرمى وميز وخط اداري وميز انت بتلعب على المكسب طبعا لكن النهاردة لو تفتكر 98 الارجنتين زيكو فالكاو والناس زيكو اللا كان من احسن كرة الارجنتين ما كانتش عمدهم حارس مرمى ما خندوش كاس عالم طالب الخط الدفاعي بولوروسي خادوا كاس عالم مصبوط فدي صنعت هذا الموضوع وبدأت بفكر لا نعم فما جات موضوع ان انا امسك ادارة فنان الزمالك اه جاي مش عايز اخد منظر عيده مجلس ادارة لا انت جاي تخدم النادي قدرنا ان احنا الحمد لله دورت ازاي النهاردة مثلا هدوء كرة القدم تجيب مدير فني محترم تعمله السكرار تجيب جهاز فني عنده خبرة تبدأ تشوف لعيبة متنجنسة ازاي ولعيبة في تواصل اجيال ما ولا فريق ناشئين ولا فريق صغار السن ولا فريق كبير صحيح تقدرنا الحمد لله نعمل ماكس بين الموضوع ده زي ما حصل في 2006 و2008 من جيلي كابتن الجوهر احمد حسن وعصام الحضري حتى كان اصغر واحد احمد فاتحي 84 فالاجيال دي كلها اقدرنا اللي هم عملوا المنتخبات اشتغلوا مع كابتن الجوهر اشتغلوا مع كابتن حسن وشوق غريب عمل ماكس في هذا الموضوع تدرنا نعمل هذا الفكر بالخبرات اللي انت خدتها فدايما بتحاول تبتكر بتحاول تدور حتى في ايه مستدى التدريب انا رحت دراسة في برشلونة وروحت دراسة في معايشة مع مفون في ليوفينتوس قال له انا مش بعتمد بس على موهبتي لا 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 تطوير المجال الرياضي وفي نفس الوقت في العمل الشرطي حظ انها الشرطة في الشرطة وفي الكورة الاتنين عامل ومشتركة العامل مشتركة في ايه انت الرياضي الشرطة بتقوم على التدريب والتحديث والاندبوات والسلوك والشكل العام في كورة القدم التدريب والتحديث وانتظام اللعيبة ومعسكراتهم واقلهم وشربهم فالحمد لله الاتنين اشتغلت في مجالين بيميلوا البعض طيب الفترة اناها فترة عدو مجلس ادارة وحصل اللي حصل مبقيتش موجود بعد كده نزلت انتخابات نادي الزمالك على منصب الرئيس وخد عدد كبير من الاصوات الحمد لله دي ايضا كالتجربة مهمة بالنسبة لك احنا عدنا سنة ونص مع دارة كنا مشين كويس وكانت ادارة بتساعدني بقى ما انا رئيس نادي كان بي يعني مديك باور كوي جدا لكن تلاقي بقى ان احمد سلمان علي احنا نادي الزمالك محتاج الناس كتير محتاج رئيس نادي ومجلس ادارة وده اللي بنعمله دبعت ومحتاج نس من بره كمان ومحتاج نس من بره ده حتى وكابتن حسين لبيب برئيس للقايمة بيقول كده احنا عندنا ملفات سعة كبيرة جدا احنا منظومة زي نزمك منظومة كبيرة جدا بيحتاجها النشاط فحصل اختلاف وطورنا وحتى كان بالتعلاجة كويسة اللي انا حصل تجاوز لقيت الجمهور بيشجعك في ناس كتير مجالس ادارات مثلا من 2009 ل2014 يعني كم سنة حوالي خمس سنين وقابليها في ناس في مجالس ادارات لم تؤثر في الناس زي ما انت قلت من شوية ما جيت في 2014 وعد سنة ونص لقيت الناس بتواجهك ناحية ان انت تبقى رئيس نادي شايفين كادر اداري احمد سليمان عمل احمد سليمان جاب احمد سليمان روح احمد سليمان جي فبدأ يبقى فيه واحد في مجلس الادارات اسمه بتردد طبعا غير القائد او غير رئيس الادارات في ناس ما تردش انه فيه الجزء الفني بتاع الفرقة والجزء اللي هو التسويقي بخبراتي في المنتخبات حتى ايام المنتخب كان كابتن حسن مديني دورج الحراس المربع اما كنا نلعب ماتش مسلا مع قود دوبار في فرنسا انا سافر قبلها باختار المكان المعسكر الصحب كلام ده كله هلعب الجزار ماتش جزار في الجزار انا سافر قبلها فترة واختار الفندق فيعني اللي هو جزء اداري شافوا فيك هذا الحتة لجانا بتدريب حراس المربع